وكانت جماعة المؤمنين قلباً واحداً وروحاً واحدة تحت هذه الرسالة التي عنوانها الحب والعطاء والمساعدة قامت كنيسة دون بوسكو في دمشق بمساندة المتضررين عقب الزلزال من خلال الصلوات أولاً والمبادرات العينية والمادية التي تم إصالها إلى المدن المنكوبة أول ما سمعنا بموضوع الزلزال نحن اجتمعنا نحن والسلزيان المعاونين اللي هي جمعية علمانية ما شايفتنا واقترحوا مباشرة أنه نفتح مبادرة اللي بنقدر نجمعه منحضره ونبعثه للمنكوبين خاصة بحلب بما أنه في كتير علاقات بيناتنا بين الشام وحلب وما تتوقعي سخاء الناس اللي صار يعني بفترة صغيرة نزلنا الإعلان يمكن على عشرة بالليل عالساعة يداعش ونص كان في فول عشرين شخص بيليك براو نحن بدنا نعمل كذا وفعلاً من ثاني يوم ولاش نجمع عنا بمركزنا بجرامانة ومركزنا بالتلياني خلال يومين عملنا باص بولوان كامل مواد غزائية أدوية أمور عينية بطانيات كذا وبنفس الوقت من كتر ما زاد يومين عملنا الحملة زاد كمان كمية كتير كبيرة بعتناها للمضررين بالشحن للادئية لأن الأمل ما هو إلا حكاية من حكاياتنا تسعى الكنيسة لتكون داعمة للناس المتأذية نفسياً بسبب كارثة الزلزال من خلال جلسات الدعم النفسي والمخيمات الترفيهية التي تقوم بها شبيبة الدون بوسكو على أساس روحي نحضر هلأ لمشروع دعم نفسي له أهداف على البعدين الروحي والنفسي الهدف الروحي سمينا ليكن لكم في سلام أما على البعد النفسي اشتغلنا على كيف يهتموا الشبيبة بحالهم على صعيد الصحة النفسية وكيف يكونوا داعمين للشبيبة الحلبية مشروعنا بلش بتدريب سمينا بالنمو مع بعض الصدمة لأهمية رجاءنا أنه نحن بعد بعض الأزمات والصدمات نحن عنا رجاء أنه ننمو ونرتقي روحياً ونحاول نحن نستغل الألم ونوظف الألم لشيء إيجابي لحتى نحن نظل مستمرين بالحياة وتبقى الصلوات وإضاءة الشموع لراحة نفس الضحايا ولقاء المفقودين ومساندة السوريين لبعضهم في هذه الكارثة الأليمة قرابين تقدم على مذبح الحياة ترجمة نانسي قنقر